علاقات صداقة ثنائية وسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء مع الأسرة الملكة في بريطانيا علاقات تاريخية عميقة تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة توطدت في العصر الحديث مع حجم زيارات متبادلة بين كبار مسؤولي المملكتين ما يعكس طبيعة العلاقات الودية والتاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والرغبة الأكيدة في تدعيم التعاون والترابط بين المملكتين وقد تطورت العلاقات بين المملكتين الصديقتين بشكل واضح وفق الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وكان من أبرز نماذجها الزيارات المتبادلة بين المملكتين التي منحت العلاقات بينهما زخما إيجابيا يعزز من العلاقات الوطيدة التي تربط بينهما على الأصعدة كافة حيث كانت زيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى مملكة البحرين باكورة الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين تلتها عدة زيارات للملك شارلز الثالث إلى ربع المملكة قُبلت بزيارات متتالية قام بها جلالة الملك المعظم وسمو ولي العاد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة كما أن علاقات الصداقة الثنائية البحرينية البريطانية نمت وتوتدت روابطها بشكل متميز ليس فقط على الصعيد الرسمي كدولتين صديقتين فحسب ولكن تمتعت بما هو أبعد وأكثر رحابة عبر تواصل أواصر الصداقة والتقارب بين العائلتين الملكيتين ما ساهم ذلك في تعزيز مستوى التفاهم والتنسيق الرفيع بين القيادتين في البلدين والاهتمامات والمصالح الثنائية والإقليمية والدولية المشتركة والعلاقات الدبلوماسية الرفيعة وزيارات المتبادلة التي توليها قيادة البلدين اهتماما كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر